بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطلبة المرحلة الثانوالعم حبلة بالصف الثالثة السنة ورقناة نسلو السعزة لشرح تفصيل قعدة لغة الإنجليزية إن شاء الله شباب مستبرين مع كتاب جيميل وحدة تانية إن شاء الله الدرسين ثلاثة واربعة وصلنا لجزء الجرامر فيهم أرقا واعد وهو أو معاور باسمه قارنة الصفات وتفضيلها وطبعا إحنا أزعنا لك فيديوهات شرح القاعدة بالتفصيل وإنت بإذن أن تكون شفتهم عشان تقدر تتابع معنا إن شاء الله الحلول اللي في الكتاب على بركة الله نبدأ مع الجملة الأولى في القاعدة بسم الله الرحمن الرحيم مرة كمان زاو جاي فراغ بعدها حيوان كذا حيوان عايزين نشوف هنا هو الصفة اللي عايزها اللي أنا شفته في مصر كان إيه الجمال واضح جدا نستخدام المضارع البسيط الشباب المضارع التام هاف سين ده مضارع التام المضارع التام من الأزمنة التي تستخدم في تفضيل الصفات طب نيه نول موست بيج ما تنفعش معايا موست بيج ليه لأن الصفة بيج صفة قصيرة مقطع ما ينفعش أحطه داما موست بيجست جاي قدامها تفضيل الصفات مور بيج ما تنفعش مطالما موست ما نفعلش بمور زيها بيجر دي مقارنة عاستفضيلي بايه هاخد بيجست إجابة واحدة صحيحة مستر ناصر الزائل واستاذ ناصر هو يا جفر بعدها داريكتور مدير اللي ممكن نحل المشاكل ايه بتاعتكم طيب جمل جدا جايب هنا هو زائل بانتا كده عايز تفضيل نقول مور انتليجنت دي مقارنة انتليجنت الصفة ده الطبيعي موست انتليجنت هي التفضيل مطش انتليجنت ما تنفعش ليه لأنه لو هستخدم مطش بقى ادخل في حاجة اسمها حاجة اسمها عبارات المقرنة محتاجة بعدها مور عشان نصفه دولة مقطع تمام انا هنا عندي تفضيل يبقى اخذ موست انتليجنت اجابة وحيدة صحيحة بعض الناس بيعتقدوا اني كل ما زاد كذا ماشي كل ما زاد معاك عايز يقول لك انت سعتك هتزيد واخر انت قال اسمها الفكرة اللي هي فكرة المقارنة باستخدام الحكالي طيب ماشي يبقى انت عايز هنا هوا اهو يبقى في مقارنة هنا انت برضو عايز مقارنة طب نقول لها هابي وضعات طبيع هابي اردي مقارنة هابي استفضيل هابي ما تنفعش نصفها هابي ستغلق مقطع ما قدرش اضع قدامها امور تاني يبقى هابي توقعوا دي في الماضي التام طيب يترى الاسوأ طب الاسوأ مقارنة بايه اخرين بتساوي ما بين طرفين فينهم فين الطرفين بتساوي بيهم أسوأ مقارنة طرف لي مع طرف تاني طفين كلمة زان ودي المكتملة كان أسوأ مما دي كده مقارنة بيقارن ما بين حالة الطقس اللي هي بيجي موجود عليها عن الحالة اللي كان متوقعها المتسلقين يبقى دول حالتين للطقس هم دول وجه المقارنة شباب أحمد وعثمان اتنين اولا أسامة مش مهم خطأ في نقطة العسامة بتاخدوش بالكم منه مش مهم او معانا يعني مش يفرع معانا او اذا كان اوسامة ولا أسامة ماشي هم الاتنين كانوا ايه طول ولا طمعا هوا جاي نون ولا طول معاناها طويل ودي صفة ولا طول للأشياء طبعا وغدى شكل النون ولا صفة للأشياء تمام تب في الطول برضو هم الاتنين ليهم انا عايز النون لان لو بجيب معاناها نون تمام لكن لو بقول فلان في نفس طول فلان يبقى از طول از لكن هم الاتنين يجيب لهم بجيب بعدها انهم ماشي كده اربعة مع السلامة تعروح لتشيك بوينت خمسة قبل ما نشوف تليبات العامة اللي جاية على للوحدة رقم اتنين من كتابك جيم ماشي على فكرة طبعا نشغل المنهج من المعاصر شغلت بجيم مع بعض عشان انت معك كتاب دماشي معك كتاب دماشي بقول فجملة الاولى بعدما البيت فراغ بعدها وحط لكم اتووز فرنشد اه الجملة فيها بناء المجهول الجملة فيها بناء المجهول مش مجرد ايه جملة حدي طيب اتووز فرنشد تم اه فرنش بمعنى يفرش بالاساس حط له اساس يعني ماشي جميل جدا البناء المجهول فنظر بسيط متحقف طرف جملة تاني طيب طرف في جملة الاولى ايه افطر اه يبا انت عايز ماضي تم ماضي تم طبيعي ولا لا محن قلنا انه مابن المجهول يبا هاد بنت بناء المجهول ليه لان الهوس هنا ومفعول بيه ليس فالبيت مش ها يدهن نفسه مش ها يطلي نفسه هاد مضارع تم اجيبها في وجود وص هاد بنت ماضي تم صعيح لكنها اكتب مجمونا في طرف الاخر بعد زان بتبقى هي الماضي البسيط طيب نوصونر لما تبدأ لجون لشباب لها ملحوظة يجي بعدها هاد وبعدين الضمير وبعدين تصريف تالي نوصونر تبقى هاد ها تحقق في الماضي تم طيب لماذا خلناش هاد لان احنا قلنا نوصونر لما تضلع برا بتحل محل الفاعل تمام ويجي بعدها هاد والضمير ونرجع للتصريف التالتي طيب مدياني ماضي بسيط وبعد كده هو مدياني ماضي مستمر انا عايز انا عايز الصياغة في الماضي التالي معناها في لحظة كذا ويجي بعدها جرند ويمثل الجرند بتاعها تمام بص كده بقى جملة يعني في لحظة ما شاف علامة ممنوع دور على مكان جديد علشان يركن فيه طيب واضح ان شاء لماذا هي لقد تمام طيب احنا قلنا هنجيب جرند سين ما ينفع تصريف بهات سين لان ما فيش ضمير هنا هو ولا سو المتصرفة قدامي انا قلت عايز جرند هي هاد سين ما بجيبش وراء جملة كاملة هذي يجي واضح جدا الماضي هنا متحق لأنه سود هافن طبعا في طرف الجملة اولاني يديني الماضي التعب لان الماضي البسيط هو تحق في سود ماشي احنا قلنا هافن يجي وراها تصريف ثالث فقط لو كانت الجملة اكتف ويجي وراها بين مع تصريف ثالث لو جملة هي باسف طيب تعال نشوف الجملة يقول لك كونه عمل كذا الارض في الزراع الفلاح طب التمع ما هي اكتف ما فيش فيها بناء المجهول بين بري بيرد ما تنفعش مابنية المجهول هاد بري بيرد ما تنفعش اجيب هاد بعد هاذ نقول ايه بنجيب تصريف ثالث للفعل الاصلي واكتفي لو الجملة اكتف بعد كده بيجيب بين وتصريف ثالث وجملة المجهول وده مش متحق بري بيرد الفعل في المصدر قدامي تصريف التالث هيكمل معاك جملة كونها قام باعداد الارض وتجهز الازراعة الفلاح باز المزور هاذ نجيب هاتاني بس في حاجة المراضي وبعد كده كما العربية كانت جهزة للرحلة تمام احنا نجيب تصريف تالي الجملة هنا هو العربية مفعول العربية كانت جهزة للرحلة العربية هتعمل دفصل سيانة اكيد لا تمت سيانتها بطريقة عن طريق الميكانيكي جميل جدا يبقى انت عايز تبني المجهول نقول هاذ بين بين اللي قدامك دي حافظت على فكرة التصريف التالت بعد هاذ لان احنا قلنا ان الاكتب يحتفظ بزمن لحد دلوقت ما كنا نجي من الفعال الاصطي ايه الحل تروح جايبه في شكل تصريف تالت لتحافظ على البناء المجهول وتكمل جملة التحدي الاخر ريبير لا تنفع لوحدها لان في بناء المجهول بين ريبير ما يجيش وراها جيران لان البناء المجهول لو هجيب هاذ موجودة بعد كده بين ثانت ومش ريبير في المصدر لا مش تم فامح نحرك الشاشة عشان نروح التاليبات العامة اللي جاية على القواعد في الدرسين تاتة واربعة من الوحدة التانية لكتابك جيم ونقول مرة كمان بسم الله الرحمن الرحيم ما الذي فعلته بعد عيني عليها لانها رابط زمن مهم جدا دليل على الزمن تشغل راح اعمل فراغ وبعد كده اسكول وراح حاط العلم تستفا جميل واضح جدا الصغل قدامك بتتكلم في الماضي انه ماضي طرف الجملة الاولان التحقق في الماضي البسيط بده المصدر تمام طرف الجملة التانية مفروض يكون ايه مفروض يكون في ماضي طيب افطر جاية وراها فاعل مفيش طالما افطر جاية بدون فاعل يبقى في الحالة ده هي نجيب بعدها جران هاد ليفت ما تنفع ش كده عايز ضمير ليفت تديني ماضي بسيط ليف ليفت ليفت وليف الفعل في المصدر اهي الجران ده انا ما بحب شكورة لما اقول لك معناها اي دونت لايك كذا لما اقول لك معناها اي دونت لايك كذا معناها اي دونت لايك كذا فور مي بالنسبة لي تس انها جاء فرق بعد اي 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 حاجة بما انها مش مهمة طيب تفضيل بالاقل تفضيل بالاقل تفضيل بالافضل و غلط ليه لان تفضيل مش تفضيل مقارن ماشي صفة فضاها الطبيعي لان لس المقارنة لس المقارنة ذا لست التفضيل اي ذا لست التفضيل بالاقل هو بقول لك الكورة مش مهمة بالنسبة لي يبقى اذا هي اقل شي عنده نو سونر هان ماي براثر جوين ذا ارمي طيب ماشي تحقق الماضي التام في جملة نو سونر الفراغ و راح جاب لك هادي هاير كت طيب تحقق الماضي البسيط في جملة الثانية يبقى اللي الفضيل هو الرابط بتاع نو سونر اي وين ولا ذان ولا ذات ولا ذن نو سونر زان حفظها كده هارلي و سكيرسلي هما اللي رابط بتاعهم وين حفظها نو سونر رابطها زان هارلي و سكيرسلي هما رابطهم وين هاين محتاجة وراء تصريف ثالث لو اكتف وين مع تصريف تال بس نشوف هاين وفرق بعدها هز انكل انكل اللي هو انكل بتاع رجل خلاص وبطل اللعب كور ماشي هاين ما جيبش وراها تصريف هاد وبعد كده تصريف ثالث اجيب التصريف مباشرة الفعلة في المصدر ما ينفعش معايا بروك ده متصرف التصريف التاني ادت الاستمرارية يبقى انت انا هو عايز ماضي تم مستمر ليه مستمر عشان انها في ماضي بسيط اهو تمام يبق هاد هو الماضي اجيبه ازاي مع ماضي مستمر حدث قضاء واخر لا يوجد قاطع هنا هو ما فيش الكلام ده هابين ده مضارع تقم اجيبه ازاي في وجود الماضي فراغ بعدها than my mom انا بالتأكيد كذا اكتر من مام مقارنة 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 انا بالتأكيد اكثر كسلا من مام كلمة دلة على الماضي البسيط تحقق فجوت يعني بقولك بفور يعني في اللحظة الوصل فيها المدرسة قبل ما وصل المدرسة بفور وصول المدرسة تمام المعلم بقى فراغ بعدها اه اعز اقولك المعلم لمدة 20 دقائق طيب ها بنت الديني مضارع تام اجيبه ازاي في وجود اللي عندك والها بنت مستقبل تام في جيبها ازاي في وجود طيب ها بنت الديني ماضي تام غلط مثلا احنا قلنا يا شباب لما يكون الفعل الاصلي في الجملة وفير بيتو بي مفعش يكون في السمرارين يبقى ترجع الماضي التام اجابة وحيدة صحيحة افطر جاي وغافرة ورافرة بعد وغافرة مدة عشر سنين سامي سابة طيب حلو خالص يعني الزمن ان هو ماضي بسيط ماشي جميل جدا بينها مفروض يكون في ايه ووركس متصرف مدرع بسيط ووركد ماضي بسيط مفيش ضميل انا بعد افطر عشان اجيبها يبقى اروح لمن ووركين الجراند اجابة وحيدة صحيحة باك الشاشة علشان نخلي الجملة من تسعة ظهر افضل بيقول فيها مقارنة مقارنة يبقى فاردي في صفه ده طبيعي مقارنة فاردست ده تفضيل فاردست برضو تفضيل انا عايز المقارنة فاردر هاردلي واسكورسلي بدلين لي نوسونر والراب بتاعهم وين متحقق ويسري عليهم ما يسري على نوسونر يعني ايه يعني لو هاردلي او سكورسلي طلعوا برة جملة ييجي وراهم هاد والضمير والتصفتال اهي هاد ثم الضمير ثم التصفتال اهي اللي هي الاجابة في الحرف سي كيفها دي ايه فكرة هاردلي فتبع هاردلي هاد اي بوت ذا فون يا دوب ما كدت اضع التليفون ماشي لما بدأ يرن تاني ما قدرش اقول لاني ترتيبها غلط في وجود هاردلي في اول الجملة ده مستقبل هجيبه من هنا انا مع هاردلي وهاد مش هتفرق كتير لاني نفس المشكلة ده مشكلة دي زمن مغير مش هتفرق معايا هي معمولة صح والغلط يعني جاية هاو بعد كده ضمير بعد كده تصريف تالت يعني كده ترتيبها كفعل مساعد ثم ضمير ثم فعل عاصي ترتيبها دقيق لكن فيها مشكلة ان دي مضارع تام وانا عايز ماضي تام هذين جاءتها هي قدامي وفرقة بدأها وي هاد هادي نخلي بالك مضي بسيط هاد معناها عمله حفلة طيب يبقى ناقصني ناقصني التصريف التالت تمام كده اذا كانت الجملة اكتب تصريف تالت اه بين مع تصريف تالت لو باسف باسف ده تصريف تالت واحد باسنج ده واخد شكل جرند اتنين جرند ما اشتمعوش مع بعض هاذينج باسنج ماجيوش وربعة هاد باسنج مفيش ضمير عشان اجيب معاها هاد بين باسنج لو جملة فيها بن المجهول طيب جملة فيها بن المجهول يقول كونونا اشتازنا احنا عملنا لا مفيش بنا المجهول يبا هاذنج باسنج هاذنج باسنج الجملة اكتب this book is الكتاب ده مالو فرق بعدها ده one اللي i read last week جريته الاسبوع اللي عد يبا عايز يقول ايه عايز ان الكتاب ده ماشي هيقارنه بكتاب بتاع الاسبوع اللي عد طيب the least interesting ده تفضيل بالاقل مفيش انه هو كتاب على كل الكتب ده كتاب مقارنة بكتاب تاني ده وان هو this book with the one يبا دولة طرفين واحد وواحد so interesting as ما تبقاش بالشكل ده هو لانه بيقارن ما بين واحد وواحد ما يقول ده دول so interesting as كزا معناها عمل زي ايه الصفة as تدي تساوب ما بين الطرفين لا مفيش less interesting اه الكتاب ده اجل less بالاقل في المقارنة ده صفة فيه وضاع الطبيعي طاولة مقطع تمام وقادي زينها موجودة تحققت ايه الصغر المتكملة the most interesting الاكثر تشويقا طب ازاي وانا بقول من هو من اللي عدد ده 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 كتابين بس كتاب في طرف وكتاب في طرف on وقايف فراغ بعدها on طبعا يجورها جيراند الشباب the safe فلاحظت رؤية the police code him الشرطة القبض عليه and sent him to prison الماضي البسيط ما للجملة التانية code sent حاجات كتب طيب هاتلي جيراند وغرا on so متصرفة seen تصريف ثالث بسودي ماضي وسين تصريف ثالث being seen فيها بناء للمجهول في شكل الجرن وهنا هوا ما فيش بناء المجهول on seeing the safe the police caught him فعلا جملة موجودة الو the police فالجملة ما فيش فيها بناء للمجهول تابع نروح للجملة في الرقم 14 قولة فيها حاجات كتير lots of fresh bread on the table داخلت المطبخ والمطبخ الطربيزة بتاع المطبخ مليانة حيش لسه معمول طازم here mother آه هنا بقى بتستندج اني ماما كانت ايه بتخبز طيب بالمضارع التال مستمر has been baking ولا بالmother مستمر was baking ولا الماضر بسيط baked ولا had been baking احنا قلنا الجملة مليانة ماضي جايب لك went وجايب لك found كانت تقوم بعملية الخبز تمام كده طيب ليه مستر ما قلت احنا هنسامحك في حتة has been baking على اساس انها مدرعة تم مستمر مش هنقدر نجيبه في كمية الماضي ده وينتوا فهم بيك ده ماضي بسيط حدث وقع وانته وازال معه ماشي انا عدي لك لانين دولهم اللي عم احنا فهمنهم طيب ليه مستر ما خدت اللي هي ماضي مستمر ماضي مستمر في الماضي قطعها واخر وصول البنت سارة ودخولها المطبخ كان بعد ما امها اكملت واتمت فعل الخبز بدليل ان اللي عيش لسا عطرة بيس اعتبارها كده لما سنه بعد ناشر سنة قبل ما امها بعد ناشر سنة ما فيش مشكلة معها في الحتة دي مهم الماضي بسيط تحقق هنا اخويا فرق بعدها ثلاث لغة تمام بيكلم عربي تمام نقول لها في الماضي البسيط ولا ماضي مستمر ولا ماضي تم ولا فاللي بالك ودك عدد الاشياء التي اتم اداء او كان جادر ان هو يقديها يبا انت كده تروح للماضي التام ليه صياغة اتمام الاداء لعمل معين او فعل معين دي في الازمينة التام سواء مضارع تام ولا ماضي تام فعشان كده خلنا ماضي تام اجابة وحيدة صحيح طيب حركنا الشاشة عشان والدتي سنتين ايه من ابويا هنا هو طبعا مقارنة تفضيل يونج صفة وضعات طبيعية سمولر حجمه يونجر هي اللي سن الام اصغر سنتين من الاب وسامة هازو جاي فرق بعدها اصدقاء عني اكتر ولا جال تعال نشوف صفات المقارنة الموجودة فيه صفة وضعات طبيعية فيور هي لمقارنة لس اقل ماشي وعندي سيفرال معناها عديد طيب هو الصديق ده هو عندي اصدقاء اقل يبقى لان دي بتأتي مع اسم قابل العدد كلمة فرنس قابل العدد كلمة فرنس قابلة للعدد لكن لس تيجي مع الحاجات غير قابلة العدد لان لس جاي من لتل لس جاي من ايه من لتل خلاص طيب هو ازا تفضيل هنا بس اصبر شوية مين كزا في في الولدين خلاص كده طيب دي بتاخد شكل المقارنة اللي هي الصفة قصد مقطع هتلاقي فيها اي ار ماشي من الاطول في الاتنين تفضيل لواحد على واحد بيبقى زا وراها الصفة في شكل المقارنة او صفة قصد مقطع زا ما انت شايف كده مور ما تنفعش قدام تول انها قصد مقطع موست زيها ما تنفعش برضو تول الصفة ده الطبيعة انا عايزها في شكل المقارنة كل ما زاد فترة ممارسة تكليل الرياضة تفضيل في صفة الجسم التخين لا احنا عايزينا فتر اللي هي ان الانسان يبقى اكثر رشاق لجي كل حاجة غريبة تمام كده غريبة جدا لانه هو فرق بعدها عايز اقول لك ده عمره ما راح الخارج قبل كده طيب نجيبها بهاز مضارع تمام مع بين عشان تدين مضارع تام ولا هاز انت مع بين المنفية مضارع تام برضو ولا هاد مع بين المثبتة ماضي تام ولا هاد انت مع بين المنفية في الماضي التام برضو خد بالك من الكلام هو وجد كل شيء غريب زيادة عن اللازم لانه يبقى عمره مراح هاد 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 طيب ليه مستر ما روحتش نحتي نحية هاد انت برغم انك انت بديت ديني نافي نيفر جاعة لتعمل ايه وعد شون بيبلك فيها واجه فراغ بعدها وبعد كده وفراغ طيب ركز في حاجة مهمة جدا كلمة هنا تدل على ان الكلام ده ماضي طيب لما نقول يا شباب كزا يبقى انت كده عايز تتكلم عن فكرة ايه تتكلم عن فكرة المضارع التام طيب لما تبقى يبقى يبقى الماضي التام وفي وجود هي موجودة طيب ماشي جميل جدا نيجيب مع مع مصدر ولا هاد مع مع تصف ثالث ولا هاد مع ون احنا قولنا في اشارة ايه للماضي البسيط بانت عايز هنا ماضي تام يبقى شي هاد ماضي تام بسيط اجابة وحيي ده صحيح طيب يا مستدلين ماخدش الماضي تام واستمال احنا قولنا يا شباب ان الفعل ون من الافعال اللي مفيش في استمرارية تجيبوا ازاي في استمرارية ماينفعش نتحرك مع الشاشة علشان نروح للجملة اللي بعدها بقول لها فيها زي وجاي فراغ بعدها هما وفراغ بعدها رياض كرة قدم لمدة نص الساعة لما الكابتن اعطي الكارت الاحمر الضرد يعني جميل جدامي فورو وجاب وراها مدة زمنية محددة بنت بتتكلم عن ايه تتكلم عن فكرة الاستمرارية مع تام يعني استمرار تام زمن مستمر تام ايه الزمن المستمر التام هنا هو بصوة طرف الاخر هتلاقي يعني اشارة للماضي البسيط ده هنا هو عايز ماضي تام مستمر ماضي مستمر حدث قضاء اخر مش موجود دي ماضي تام بسيط مضارع تام خلاص طلعت من الاختيارات هنروح الاخيرة تديني ماضي تام مستمر بيقول في جملة بعدها المدير اعطى الموظفين ايه فرق بعدها نستعليمات عن كيفية تشغيل الهالات الجديدة طب نقول فار سوف وضعها الطبيعي فاردر وهذا شكل المقارنة فاردر لها معناها مور فاردر معناها ابعد وده المقصود من الجملة بتاعتي هاخدها ايجاب وحي صحيح فراغ فاردر وفاردر لها معناها ابعد فاردر معناها اكثر ليامور وده المقصود من الجملة بتاعتي هاخدها يجاب وحي صحيح فراغ فاربعة وعشرين سينج بدا جراند كده هوا ذا كوليس مان رؤية او مشاهدة رجل الشرطة ذا سيف رانوية الحرامي هرد ماشي جميل جدا متحقق الماضي البسيط في طرف الجملة التاني طيب جميل جدا انت هوا عايس الفهادر رابط من ال 4 دولة ينفع ليجي بعده جراند تنفع وأيل لا يفرق المعنى واجل هنا معناها اثناء يعني اثناء رؤية رجل الشرطة الحرامي جري يعني ده معناه اني الحرامي شايف رجل الشرطة وسايبه الموقت يعدي واثناء هذه الرؤية راح يرب لا يلا شنف لحظة ما شافه اول ما شافه يبقى المعنى يفرج برغم من الاثنين في عجورهم جيرا لكن اون هي الوحيدة الصحيحة وكام عدد الساعات يفرج بعدها لان صحيته عايز ان يقول لك بقى له كم ساعة نايم لما انت صحيته ماشي جميل جدا نجيبها بهذه سليبت اللي هت الديني لماضي التام ولا هاده بين سليمت الديني ماضي تام مستمر ولا هاذه سليبت الديني مضارع تام ولا دي دي سليبت الديني ماضي بسيط ها وميني بتسأل عن عدد الساعات ماشي طيب ماما جميل جدا اللي هو الشخص ده كان نامها بالفعل طيب جميل جدا الجملة في الطرف الثاني متحق فيها المهاضة البسيط يعني مش عايز المهاضة بسيط تاني اللي هادي دي سليب ومش هنفع المضارع التان في وجود المهاضة البسيط فاضل بقى ايه هادي سليبت وهادي ايه بين سليبين انا هاقود هادي سليبت طيب ليه يا مستر لان زي ما قلنا شباب الاشياء اللي انت اتميت اداءها اتميت اداءها فنجين قهوة شربتها خطابات كتبتها ايميل زي رديت عليها ساعت نمتهى تمام كده انت اكملت او اتميت هزا الشيء بما انك اكملت او اتميت وبنت بتشغل مع لازمنا التام البسيطة يعني مضارع تام وماضي تام وعشان كده اخدنا الماضي التام على الجملة خمسة وعشرين فراغ ايه في بعدها فراغ انا فقط ثلاثة جنيه سو اي كودن تيك اي تاكسي اي هات ووكو بالتاني مجدش اخو التاكسي كان بيتحتم علي ان نعمش طيب نقول لها بها في هاد مضارع التام ازاي تجيبه في وجود كودن تو هاد والدنيا دي الفعل انا هاف جاي بمعنى يملك عنده يبقى ما تنفعش يكون فيها استمرارية ولا اللي هي هاد بين هافنك دي اللي هي برضي مدياني مقطع مستمر هي الماضي التام البسيط اي هاد هاد انا كانش عندي غيرهم تلاتة جنيه وبالتالي ما كدرتش ااخد تاكسي روحتي ماشي انت كنت مبتلى جدا غير جمعي يعني وطو عايز فراغ بعدها ويدينا علامة استفهام يعني سؤال كامل هنجيبه هنا هاف يو بين دوينج دي تديني مضارع تام مستمر في وير ما تنفعش هاد يو بين دوينج ممكن اللي هي ماضي تام مستمر بس اصبر شوية ووديو هاف بين دونج لا لا ليه بقى لاني ودهاف تصريف تالت دي مكملة مين ودهاف تصريف تالت تديني اه مكملة ايف في الحالة التالتة طيب ده يديني ايه يديني مضارع مستمر انا عايز ايه انا عايز هاد يو بين دوينج ما تام مستمر اجابة واحي صحيحة اخي يحب فراغ بعدها فاشون بمعنى موضة في الدول الاوروبية تمام معناها فيما بعد معناها متأخر ودي صفة زي ما وليه معناها الاسبوع الماضي ليه تستمع انها احدث ليه تستمع انها احدث ودي ايه التفضيل في الصفة ودي الاجابة بتاعت افتر اي بعد ما انا الفاعل موجود من حجرة الامتحانات اي ريالايز ادركت مضارع بسيط ماضي تام حلو خالص طب هنا هو الزمن يكون ايه يكون ماضي تام المفروض ان افتر يجي وراها ايه يجي وراها ماضي تام صح كده طيب يا ترى هنا هو اقدر اجيب ماضي تام تعال شوف الاختيارات المتاحة الماضي تام هو موجود هات جوت طيب تعال كده نغلط وناخد هات جوت تعال نغلط وناخد هيجابة تمام ماشي ترجم بعد ما انا كنت اخرجت من غرفة الامتحان بالفعل ادركت تمام ان انا اخطأت ولا افتر المقصود بها يعني مع لحظة خروجه من غرفة الامتحان ادرك ان الاجابة اللي هي بعيدة هي الماضي تام تمام كده يبقى افتر بعد الخروج مباشرة من حجرة الامتحان ادرك على طول ان هو جاوب في الماضي التام اجابة خاطئة يبقى انت عايز الماضي البسيط بعد افتر ان هو ودي ملحوظة مهمة جدا ناخد بالنا منها معنى الجملة ومجلولها لدور زي وزي القواعد نحرك شاية شباب عشان جملة تلاتين دي جملة حلوة عايزة تبقى هي اللي قدام عينك بالزبط تبقى شايفة جملة جميلة جدا الصياغة تقول لك ات وزنت انتل لم يكن كزا حتى لاست مارش شهر مارس الماضي والصياغة دي يا شباب ات وزنت انتل دي صياغة من خلالها بحرك انتل من وسط الجملة اللي بدايته دي طريقة للتحايل مع او تحريك مكان انتل من وسط الجملة اللي بدايته ماشي ايه المهم هتوزن انتل دي يا شباب ايجي وراها دلالة على الماضي البسيط وهات بعدها جملة في زمن الماضي البسيط اكتب او باسب حسب متطلبات الجملة حسب متطلبات الجملة هنشوف المهم انه هجيب بعدها هجيب بعدها هنا في الفراغ ده هجيب ماضي بسيط ايه سياغته اكتب ولا باسب فنشوف حزب الجملة. ترجم كده لم يكن حتى شهر مارس الماضي اني انا فرى بعدها فيما يخص وفاة عمي ان استراليا في استراليا. جميل جدا. يبقى الاي هنا هو واضح اي بقى انها مفعول ولا فاعل. بص على اللي جابت. فيها غلطتين. اولا انها في الماضي التام. انا عايز ماضي بسيط. الغلطة التانية ان الاي هنا واضح انها مفعول بي مش فاعل. لانه هو تم اعلامه. جلوله يعني. يبقى ما افعول به. خلاص يبقى حتى انفورمد اللي هي ماضي بسيط مش هتنفع لانها اكتف. انا عايزها بسيط. ده هي اللي فيها بناء المجهول وتحقق فيها الماضي بسيط. اللي جاب الواحدة الصحيحة. لأ لانها اكتف. انا قلت ايه? انا عايز ماضي بسيط بسيط. واخدت واي جاب. اولا اي واضح في البداية انا كنت حزين. بعد فترة وجهزة من الزمن. ايه اللي حصل? اي وفراغ بعدها تبيهاب ان اكون سعيد. حلوة خالص. هات بجان لا. ليه? كده انا محتاج اجيب ماضي بسيط فقط. ماضي بسيط فقط. مهداش اجيبها لانها بتديني ماضي تام. وبترتيب الاحداث ما ينفعش. انا عايز ماضي بسيط. هاف بجان ماضي اجيبه ازاي فقود ووز. وفقود افتر ووز. دي تديني ماضي مستمر. انا عايز انا عايز ماضي بسيط بجان اجابة وحيدة صحيحة. دول في جملة بعدها. الطالب قرر انه لا يرتكب هذا الخطأ مرة اخرى. افتر بعد ما فرق بعدها بوسطة المعلم تديك اشارة لان هنا في بناء المجهور. طيب ماشي. هنا في حاجة مهمة. ايه هي? او هتنسى ان القواعد لها علامات وعنوين دلة. يعني افتر دي من الكلمات الدلة على الماضي التام. تمام كده? ماشي. جاي ايه الوراها المفروض? المفروض بيجي وراها الجملة الماضي التام فاعل وفعلها. ماشي? طيب. هنا مفيش فاعل. يبان تجيب ايه? هتجيب بعد افتر جرند. هتجيب بعد افتر جرند. طيب. جرنده تسكت لو كان انت بتتكلم عن فاعل. والجرند يستبدل مع تصريفتات لو جملة فيها ابناء المجهول. يعني اللي انت بتتكلم عنه ده مفهول. طيب الطالب قرر انه ما يعملش هذا الخطأ بعد ايه? هو عاقب نفسه? ولا المعلم اللي عاقبه? المعلم عاقبه. يبان تروح تجيب تحافظ على الصياغة بعد افتر يعني يجيب بعدها جرند. ثم تجيب التنصيف تالي عشان يجينا حاجة اسم ايه? يجينا حاجة اسمها آآ آآ باسف عند جرند فايس. اللي هو بقوله عليه اللي هو المبني المجهول في صيغة جرند ما احنا قلنا بياخد شكل القاعدة يعني هو اللي بقى واخد ودي حاجة تانية خاصة غير لما بقول لك انه يكون فاعل اصلي ما ينفعش تحط له هنا هو مش فاعل اصلي. ده هنا هو فاعلي جاي علشان سياخد الباسف. ما درش يجيب الجرند واحد لان جملة باسف. محتاجة ضمير. مفيش ضمير. بناء المجهول في ماضي التام برضو. بس برضو كانت محتاجة ضمير. ومفيش ضمير بعد افتر يبقى هاخد ايه? بيينج ضمير. بمجرد ما الفتاة لسه مش عارفين. فراغ بعدها. حلو خالص. احنا اخبارنا الشرطة. طيب الفعلي دي سابير اللي هو من المجهول. يعني الصياغة في الحرف ايه غلق? ممكن تكون هي الاجابة بس نصبر. دي سابير من المجهول برضو ما تنفعش ما اقول دي سابير لون المجهول. هز دي سابير مضارع التام. المضارع التام لا يأتي في وجود الماضي اللي قدامك ده هو طول. يبا ناخد دي سابير دي اجابة وحيدة صحيحة. وهنا الحدسين ماضي بسيطة دي دي الملحوظة بتاعت السناز. ده فراغ اوز بليفت ان لايف افتر ايه? لايف افتر ديس. الحياة بعد الموت. دي هي الحياة الابدية او الصار مدية. ما ينفعش اقول دي هات داي دي جملة كاملة ولا هات داي اللي هي نعيصها ضمير ولا دي داي. لا. لايف افتر ديس. الحياة بعد الموت. نتحرك مع الشاشة عشان نخلي جملة خمسة وتلاتين ظاهرة معنا بطريقة افضل بيقولك فيها. هي رفضت. انها تسلف من الكاميرا بتاعتها حتى والآيض موجودة هاتضميرها هو. حلو خالص. ماضي تام مزبط. مضارع تام مزبط. وهذا الشكل الاستمرارية في الماضي التام. طبعا الفعل مفيش في استمرارية. طيب يبا انت كده فضل لك ايه? فضل لك القاعدة. ايه القاعدة? انتل جملتها جملتها. اللي هي بعدها بتكون ماضي تام مزبط. والجملة اللي تسبقها بتكون ماضي بسيط مانفي. طيب. الماضي البسيط المانفي الله. فان يا مستر الكلمة دي 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 ما تنفعش نافي. طبعا تنفع. خلاص البنتك ده هو هاد ايجادة وحيدة صحيحة. منكم من اللي جاي بتاعها دقيق. تعال نشوف. حلو خالص. لا يجتمع الماضي التام مع المضارع التام في جملة واحدة. ادي هنا في مضارع التام. ما يجوش ماضي التام ومضارع التام مع بعض. طيب. ماشي ماضي بسيط من في ماي انسور شيت انتل. ايه هاد جون. تمام. الماضي البسيط المانفي انتل ايه. الماضي التام المثبت. تمام كده. ايه ده مستقبل. ماشي. النحية التانية. تمام. دي مستقبل. تمام. وجاي ورا انتل ماضي بسيط. ما يجتمعوش مع بعض. ما يجتمعش عن ايه هو المستقبل مع وينت. طيب ماضي بسيط. ما في اصبر شواء. ايه هاف جون. تمام. الديني هنا هو مضارع التام. لا يجتمع المضارع التام مع الماضي البسيط في صياغة ايه? في صياغة انتل هي الموجودة قدامك. كده مين بقى اللي كانت الوحيدة نسيغل دقيقة. طب مش هلين نحن نحط على متاني ما فيش مشكلة. الوحيدة كانت في الحرف بي. هيا نبدأ الاشارة من بره شوية. عشان يبقى لاني بقى في اه تخطيط كتير في الجملة. فممكن بالحكاية دي تلاخب اطماع عنيك شوية. فخلينا لك الخط طويل جدا زي ما انت شايف. الحرف بي ايجابة وحيدة صحيحة. عركنا الشاشة شوية عشان جملة من سبعة وتلاتين تظهر بالطريقة افضل ببقى فيها. انفورشنيتلي لسوى الحظ. فاتو القاطر. وين هي لما هو فرق بعدها محطة. تمام. طرم القاطر فاتو. يبقى معناه انه عندما وصل في الماضي البسيط. القطار كان غادر في الماضي التام. تمام? ريتشيد ماضي بسيط حلوة. بس المشكلة في هزي ليفت مضارع تام. هزي ريتشيد الماضي التام متحقق في طرف الاولاني له. لانا عايز البسيط في الطرف الاولاني. يبقى ريتشيد مع هزي ليفت اهيه. عندما وصل يدوب وصل. كان القطار بالفعل غادر جاب لهو موصل. ماضي مستمر. ومعه مضارع تام. يعني انا مش عارف انت جماعة بما بين اتنين ازاي. ازاي جاب ماضي مستمر مع مضارع تام. طبعا مش ايضا. معناها كان ضاير من الساعة ده كان فرحان خاص. ماشي. بكوز هي لانه هو جاف ربع ده الامتحان النهاية. طيب خد بالك من حتة تدول على الماضي. جميل. يبقى انت عايز حاجة برضو لها علاقة بالماضي. طيب اين فاقول اولا الفعل لا يبنى المجهود. خلاص كده? طيب. يعني الاجابة الاولى اساسا سياغطها غلط. الاجابة التانية هات ماضي تام لحد دلوقتي ممكنة. هات مضارع تام مش هين فاهم عاية في وجود وز. هات بين باسنج اجتاز لمتحان يحصل مرة واحدة. يعني يعني حدث يكون بسيط. يا اما تام بسيط يا اما بسيط بسيط. تمام ايب 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 هات باز اللي هو الماضي تام بسيط اجابة واحدة صحيحة. بفور زامانيجور قبل ما المدير الرايف دي وصل. ماشي. الموظف الكاسلان. الجمل دي من اللونج مانيش بقى. فرق بعدها اني. فور اوارز. فور اوارز لمدة ساعات تديك استمرارية. في ايه? في زمن تام. الزمن التام ده ايه? ماضي ولا مضارع ولا ايه? مادة مستمرة طبعا. استمرار في ماضي. طيب. بفور بتدول لك على ان هذا الزمن كان ماضي. تمام. بقى انت عايز ايه? استمرارية في الماضي التام. هز انت بين دونج استمرارية في المضارع التام. يعني مضارع تام مستمرة. هز انت بين دونج استمرارية في الماضي تام. يعني ماضي تام مستمرة. طبعا هنا في نافي. هز انت دون ماضي تام آآ بسيط من في. هز ان دون مضارع تام بسيط من في. انا خدت الماضي التام المستمرة المنفي. طيب. يجي حد وانا دي ردت عليها للجملة دي هي مجهودة في المعاصمة فيك. لما جاء حد يا مستر طب ازاي انت بتقول لي استمرارية وازاي مفيش فيها اداء. عادي جدا. الموظف الكسلان مستمر في عدم اداءه للعمل المكلف به. يبقى عادي جدا الواحد يكون مستمر في الاداء او مستمر في الكسل عن الاداء. which of the following sentences is structurally correct? برضو مين الجملة اللي جاء الجرامر بتاعها? دقيق. I will return home. خد بالك من will. ماشي. هوم ازا ميتنج هات بين انت تحيله وخالص. طيب جمل جدا. انت هنا هو عندك ماضي تام. طبعا هو بينين المجهول انه هو. ازاي تجيبه معاول? يبقى كده غلق. ده اسم رواية. باسمها يعني كده ده اسم الطفل البطل الرواية. اكثر تشويقا يبقى دي صفة طويلة مقطع وضع شكل تفضيل عشان زي ما وجوده قدامك ايه? ماشي ودي نوفل وبعد كده جاي بعدها مضارع تام للتفضيل بتاع الصفات. ماشي حد كده هو الكلام في الجملة بيه صح. what are you doing when you're father? ازاي يجيب? مضارع مستمر اللي هي are you doing? تمام? في وجود الماضي ما يجوش مع بعض. don't wait for me this evening. I will have prepared. لا. ما تستنينيش بها هو اديك بقى حاجة فيها علاقة بالاستمرارية. I will مثلا. I will be studying. I will be preparing. ما ينفعش يكون فيها مضارع تام وهو بيقولك ايه? بقولك ما تستنينيش على كذا. لا ازاي كلمك عن حاجة فيها استمرارية. تمام? نرجع لأوليفر تويست هي الاجابة الوحيدة الدقيقة في الجملة في الجملة رقم اربع. كده شباب متعدد ادبتنا للقواعد على الدرسين ثلاثة واربعة من الوحدة التانية لكن تدبتنا مع كلمة انتهي بعد ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانجيزيم سلوسة عزة السلام ورحم الله وبركاته.